ملاف السجون ملاف السجون ملاف السجون هو قطاع لتاريخ كبير ومشرف في كثير من مراحل مصر ولكن في أثناء صورة 25 يناير وبعد صورة 25 يناير معلومات كتيرة متضربة حضرتك متفق معي أن في عدد كبير من السجناء هربو صح أثناء الصورة تمام هربو إزاي يعني عايزين نوضح الأمور هو حصل في يوم 29 يناير هجوم منظم على السجون مصر وعند علم بعض المساجين اللي ما حصلش هجوم عليها من الخارج أن هناك هجوم على السجون الأخرى ودخول المساجين اللي في السجون اللي بتهجم من الخارج في حالة شغب وفي حالة استنفار لهم لمحاولة الهرب نعم كانت النتيجة إن في سجون تم إزالة الأسوار بلوادر وتم إزالة الأسوار بجرارات وجرفات ودخلوا على السجون دي وتوفى واستشهد بعض السادة الزباط وبعض فيه زابط عندنا استشهد وفيه عسكري برضو استشهد بطال قناري وعسكريين تانين في السجون بالإضافة لإصابة العديد من الزباط عندنا تسع زباط أصيبوا أو تمن زباط أضيفوا للساد اللي هو البتران بالإضافة إلى إن هناك عديد من الأفراد والمجندين أصيبوا منهم من أصيب بطلقات نارية ومنهم من أصيب بأدوات استخدمها المسجونين ومن المساجين من قام بحالة الهياج وتكسير الأبواب واحتجاز إدارة السجون والزباط ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد موافوضات مع المساجين فكانت العملية عملية منظمة وعملية كبيرة جدا تخرج عن نطاق التوقع فأدى إلى هروب هذا الموضوع أدى عندنا 11 سجد هربوا هروب جماعي السجون دي هرب منها وهرب من السجون عموما من القطاع كان عندنا في السجون حوالي 83 ألف مسجون اللي هرب منهم 23 ألف سبعمية وشوية مش 40 ألف يعني 23 ألف وسبعمية وشوية فكانت النتيجة الهروب ده عمل خلل أمني بالإضافة إلى السجون الليلة لم يتم الهروب منها حصل فيها شغب السمر ممكن شهر وممكن أكتر من شهر وكانت صعوبة في إرسال الأغذية بعد ما نهبوا المخازن وحاجة زي كده فالعملية دي عملية منظمة وكانت على سجون معينة الهجوم من الخارج دون سجون أخرى كان عندنا في منطقة أبو زعبل هجوم كان من الخارج في منطقة المرج في منطقة ود النترون دي كلها الهجوم عليها كان من الخارج وطلقات نارية ما هيش موجودة عندنا خارقة حارقة وطلقات كانت بتتضرب على الأقفال وعلى الأبواب وعلى الحراس سيادة اللوام أرجو من حضرتك أن يتسع صدرك لأسئلتنا وأسئلتنا هي أسئلة الموطن المصري والكلام اللي بيتردد في مصر وفي الشوارع والحقيقة هنعرفها من حضرتك أنه ناس كتير جدا بتقول أنه الداخلية كان لها يد في تهريب المساجين والداخلية هي الوحيدة القادرة على فتح السجود رأي حضرتك إيه في الكلام ده أولا عشان نكون في الصورة والأمور تبقى واضحة عملية هروب المسجون نفسه ليست سهلة ده لو مسجون واحد بس اللي هرب مش 23700 بومية وشوية لا ده لو مسجون واحد هرب فما بالك بالهروب الجماعة اللي حصل المساجين دي هو في مساجين معينة في سجون معينة الهروب ده معاقب عليه قانونا للحارس وللمسجون يعني المفترض لو كان هناك إهمال من قطاع مصلحة السجون والضباط العاملين للهروب والأفراد ده المفروض الدولي في ناس هربوا من المحكومة عليهم بالإعدام عقوبة الحارس اللي بيهمل ويهرب الإعدام ده بياخد أشغال شقة مؤبدة من يضحي بمستقبله في مقابل في مقابل التهريب مين اللي يضحي بمستقبله ده لو جالوا لو جالوا تعليمات زي ما بيقولوا والشائعات تطلق إن تعليمات إن السجون تهرب عشان يحصل فروضة طيب ما شمعنا اللي تهرب بس التلاتاشر والبقى يتقاوم هذا الكلام عاري من الصحة إن يكون السجون هي اللي بتهرب أولا في يوم تسعة وعشرين كانت الشرطة القيادات فيها كلها ما حدش عارف يحقق اتصالات ولا حد عارف يعمل حاجة فمين اللي هيضي أمر في هذا البتاع وانت كنتوا عايشين هذا الحدث يعني الشعب كان عايش هذا الحدث وإن الموضوع كله خاص بالمساجين أولا خاص بالمساجين خاص بعمليات منظمة للهروب من السجون أيوة عمليات المهربة دي قد يكون من داخل مصر ومن خارج مصر أيوة وهذا الموضوع واضح بجلاء تام إيه اللي يجهز يوم تسعة وعشرين لو قادر تدخل ويدنهم يتعاملوا مع القوات لحد ما زخيرتها تضرب ويدخلوا عليهم طب لو لو فيه هروب للمساجين ما سبب تهريب بتاع ده تقريب المشاريع الانتاجية اللي عندنا اللي احنا من أهل المساجين فيها ده احنا عندنا مشاريع دمرت بكاملها ونهبت سيد اللي هو حضرتك بتقولي انه كان فيه رصاصات مش بتاع الداخلية دي الحاجة رصاصات حارقة 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 حضرتك ده من يوم من شهر يناير مر عليها لحد هذه اللحظة تقريبا كم شهر واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر يعني تسعة تشهر هل بعد تسعة تشهر عرفنا مين اللي كان سايق اللودر هل كويس بتدينا نعرف كفو التحقيقات ان احنا نعرف مين يعني اللي وراء هذا اللي وراء هذا الموضوع اه اللي وراء هذا الموضوع اولا حضرتك حاجة اولا عملية الهروب دي ما هيش عملية سهلة ولا كشف كشف الجناه فيها عملية برضو سهلة لعلم حضرتك هذا المخطط كافة اجهزة الوزارة تشتغل فيه للوصول الى الحقائق والوصول الى من قام بهذا العمل نعم لان هذا العمل ده مش بتاع شهر ولا اتنين ولا تلاتة ده تنظيم كان بيعدله فترات اه غابت عن اجهزة الامن او ان ما كانش فيه توقع لان لو كان فيه توقع بتلك الاحداث كانت تبقى هناك اولا فيه زخيرة خلصة ما كناش عارفين نوصل زخيرة امداد للافراد والزباط اللي هي في السجون والزباط اهينت والافراد اهينت ده عملوا عمائل في بعض المأمير وبعض الزباط الواحد يندى لها الجبين والزباط عايزي بعد كده انه هو يعني يستريح نفسيا من اللي حدث له احنا عندنا زباط اللي تفقع عينه بطلقة ولا بحاجات زي كده عندنا زباط اصيبت في قدمها عندنا اللي هو محمد البطران توفاه الله عندنا فيه حاجات كتيرة جدا حصلت وتخريب في السجون ووصل لفوق الميت مليون وشوائع هل وصلنا في التحقيقات من قلت لحضرتك هذا الموضوع تعمل فيه كافة الجهات وليس موضوع شهر ولا اتنين ولا سانة لو فيه مقاويل برضو تقالت في الصحافة وعن لسان بعض الاشخاص ان كان فيه مساجين جوه ماتوا اه فيه مساجين ماتوا اه فيه مساجين ماتوا اه فيه مساجين ماتوا هل ماتوا بناءنا على يومين لا لا ده هو عملية الشغب احنا عندنا القانون بيسمح باطلاق النار على المسجون اللي بيحاول الهرب وبيهرب ولا يرتدع بالانذار له احنا عندنا فيه مادة في قانون السجون بالذات وضعت لهذا الموضوع نعم في حالة الشغب الجماعي وحالة بتاعه بتقول لما المسجون بيتضرب طلقة في الهواء وبعدين بعد كده بالتحزير وبعد كده بينضرب على اقدامه فما بالك بقى بسجن قوته الفين تلاتة اربعة طلعين كسروا اللي بواب ودخلين بالبتاع ده كانت حاجة تخرج عن النطاق وعن الوع تمام لو اي واحد فينا لو الزابط ولا الفرض ما هوش عنده برضو متضرب على هذا العمل وانه هو يقوم بس ما عندهش الامكانيات انه هو يقوم تلات تلاف ده كلام في سجن في سجين او في اتنين انما مش تلات تلاف مش كل قوة السج تكسر وتهرب تمام ودي كانت عملية زي عمليات العدوى السجون اللي هربت ادت لبقية السجون ان هي عايزة تهرب هي رخرة حالة انفلات عامة بقى حصلت عدوى اللي هي يعني تعتبر زي ثورة من المساجين نعم للهرب لانه شافوا زميلهم هربوا فعايزين هما رخرين يتوكلوا على الله تمام طيب سيد اللوى سريعا يمكن احنا عندنا النهاردة فكرة خاصة بملف اللوى البتران ولكن سريعا رأي حضرتك كيف في الموضوع ده السيد اللوى محمد البتران رحمه الله كان اولا من الضباط العاملين في قطاع السجون وكان هو كان في ادارة البحث الجنائي مدير المباحث الجنائية اللوى كان موجود في منطقة سجون ابو زعبل لانه كان فيها الهيصة وفيها الحاجات دي في بداية تسعة وعشرين وكان فيه ده على المعلومات اللي عرفتها يعني او اللي وصلتها لانه ما كنتش موجود مساعد وزير في المنطقة في الفترة في طاعة السجون في هذه الفترة وكان اللي هو محمد البتران كان فيه سجن القطة لانه كان فيه برضو عمليات شغب وعمليات محاولة هجوم واقتحامل البوابات وحاجات زي كده تمام هو لما له علاقة طيبة بالزباط والمساجين وعارفين وبتاع بعتول سجن القطة ومدير المباحث وزباط المباحث اللي راح على سجن ابو زعبل واللي راح على سجن المرج لانه كانت حالة هاجة أمومي حصل ان المساجين في هذا اليوم في سجن القطة وهم من اشرص انواع المساجين عملوا وكسروا البواب وعملوا وكسروا المخازن وحاولوا ينطوا من على الأسوار وبتاع حصل تعامل ما بين المساجين بين المساجين وتعامل على الحراسة فكانت النتيجة ان تم اطلاق النار على المساجين في هذا الموضوع اصيب اللي هو محمد البطران واصيب زابط آخر كان بجواره واصيب المساجين المساجين آخرين وظل هذا السجن في حالة انفلات مدة أكتر من شهر لا يمكن القيادة تقدر تسيطر عليه فيه تلف تام فيه الأبواب والنوافذ تمام والمخازن بتاعة الغذاء تمام كسروها واستولوا على الأغذية بتاعتهم وقعدوا يأكلوا واشربوا هما بمزاجهم وبدأوا يفحروا انفاء لما لقوش لقوا القوات من خارج السجن محوطاء قعدوا حاول يفحروا انفاء يتكشف الانفاء ويحصل فيه تعامل يرجعوا ويرجعوا في منطقة تانية ويحفروا نفاء وهكذا ولكن لم يتمكن أحد من الهرب من سجن القطة رغم انه بيقال او كما سمعت انه قتل سيدة المحمد البطران عشان خاطر يهربوا المساجين تم السجون التانية هربت والسجن اللي هو توفى فيه لم يهرب منه أحد طب يبقى من أشرص أنواع المساجين المساجين فالأيال المساجين اللي حوله احنا قعدنا في فترة طويلة او كما علمت ان تقعد فترة طويلة يقوموا المساجين دي عشان يدخلهم العنابر بتاعته ويحاولوا انه هم يعني لما يكون في تلك الفترة او على مسامية ان كانوا بينزلونهم الاكل لابد يقولهم عشان بعيدوا عن البوابات عشان يدخلوا الاكل وإلى ما يتقولش فكانت العملية فيها مقاومة من المساجين وكل ما يسمعوا ان فيه سجون بتهيص هم يزيدوا احنا عمي فيروس ابتدى يتنقل ده في كافة السجون تمت اشتركوا في القناة